هل كان الاعلام او الصحافة التلفزيونية في مرحلة ما لا تتحلى بالحكمة اللازمة اصابها نزق زي ما بيتقل القائمين عليها مش الصحافة نفسية القائمة على الحاج يعني انا ما سكن تعرف رئيس تحرير كان هو شايف ان الخبر ده هو اللي هينزل يعمل حاج يعني اهدى كده واخد المسائلة لا هو الخبر ده يعني انا مرة رئيس تحرير بعتولي الطبعة الاولى انا كنت اه في وقتها الشباب عندي اه في الاعجاد ربنا يكرمهم بعد محمد زرير اللي ارحمه كان احمد الجزار ومحمد الجرحي وبوسينة وسلمة يعني انضم كده للمجموعة كده وكانوا زي الفل يعني وهاجر حاجة كده واسماء كل دول فهموا يعني ايه جيبوا الجورنان احيانا قبل يخش المطبع احيانا بيجيبوا لك البيدي افلس بقولها كم يخش مطبع اه حاجة كده اه فضيع ومر رئيس تحرير اه بعتلي اه 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 خدنا الخبر الدنيا بقى مهرجت خلص طبعا ازا اللي هو كان بقية الصحف اليومية واخد خبر مختلف ومتشابه اه الراجل ده اه رئيس تحرير ده واخد خبر مختلف قال فازاي انت مين اللي قال هو جابر الاروات ده اه رئيس تحرير هو هاتي بتباشي مجنون عمزك ومش عمزك فبكانش فيه طبعا واتساب ولا بتقع عمليس اللي وقتها فلقيت التليفون وانا على الهواء الشباب قالوا لي التليفون عمالي يا انت فطبعا خدت فاصله خدت فاصل اجباري اجباري عشان اشوفه ونستحل المهم الدنيا ده لان انا علقت على دي طيب خيني هتنقل معاك على مسألة البرنامج من جوه زمان اوي كان كاتب الصحف المعروف والكبير والسيس عبد العاطي حامد زمان جدا كان عمل سلسلة كده من التحقيقات من الشارع فمرة تنكر في زي متسول وعاش في وسط المتسولين لفترة معينة عدة ايام علشان يعرف يكتب التحقيق ده عنه ودي كانت مدرسة وبعدين اختفت مفيش حد بقى حد بيعمل كده والصحافة بقت بتلعب في الحتة الهادية يعني المكتب اللي بتتكيف يا اما عادين ايه يعني المصادر والتليفون والايميلات والسلام عليكم والواتساب دلوقتي جي جابر القرموتي لقينا انه يعيد هذا الشكل مرة تانية الى الصحافة المتلفزة في برنامجه منشاة انازك واللاقيه بينزل يعمل معايشة كاملة ويلبس اللبس بتاع المهن المختلفة اه ومن ابسطها الى وهكذا ايه اللي خلى الفكرة دي طرقة زهنك ويلي خليك تخوض المغامرة لانه برضو فيها مخاطرة امها كنت في القرية عندي في القرية اللي انا اتولدت فيها فقالولي احنا ساعات من الكتر الفازلكة في الكلام ما بنفهمكوش بس وتقول انتو عندوكم ايه مشاكل هنا قالوا عندنا مشاكل المصرف عندنا المصرف عندنا المصرف عندنا مقفول ما فيش مية فيه بتاعه وتقول تعالي وشوف دي وقت عشان عارف اتناول المشكلة ازاي فهو عنا هنزين فالرأي اللي يقول لي عايزينكو تنزلوا يعمل بيدو كده على المية بتقول انزلوا تشوفوا المصرف ده مزدود لايه ما يفعش كده كل وقت يجيها السجابر يشوفوا البتاع وقلنا مش عارفين بتاعوا دي كانت البداية نزلت المصرف طب عشان بس اهلين بتوع المدن ما يعرفوش الفرق ما بين مصرف وترع ترع لأ المصرف ده اه اوسع كتير من من الترع وبعدين المصرف ده واخد واخد يعني مساحة كبيرة جدا لكذا بلد وكذا منطقة وكذا لا اه حاجة 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 محترمة يعني واخد بلك وبعدين اسمه مصرف مصرف تصريف ايوه في 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 ده بتاع صرف الزراع اه صرف الزراع بقى بدأ صرف الصحي اه فترة وانزلت وانزلت وعلى فكرة ونزلوا معايا وشدينا جزء من السلكان اللي موجود وهو لاخره بس طبعا ده مش مش فبعد ما خرجت على طول اتصلت بالمسؤولين في المحافظة محافظة الاهلية قلتلهم الامر كذا 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 قال بكرة يا فاندي فكلمت اه 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 البرت شفير قلتلوا انا عندي مشكلة كذا 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 قال لي طب خلاص نبعت لك كاميرا فتاني يوم على طول ما انزلتش انا بقى القاهرة تاني يوم جات للعربية الكاميرات بتاع فكان ده الاول مرة انزل معيشة للحالة وبعدين عملت بوم جامد جدا وعملت ضجة كبيرة وبدأ قلت زمل يكتبوا على المواقع وجهة فاخدتها بقى يعني اه مهنة وعملت بايع انبيب انا فاكر انا فاكر انا عربية الانبيب ده انا قمت بالانبوبة نفسها لا ده انا فظيع ده انا لا ده انا رهيب لا ده ده ليه والبطانية انت عارف ان اول حلقة اه اللي هي البطانية دي عارفت عملت ازاي ده البر لطن قال لي بشو مكن ازاي يخش ازاي واحد يزحق يوبها وبتاع يا عم البر خلاص وقال انا جات على كده بقى رجال لا تعرف ان انا جاي من البيت فا اول ما بتاعت يعني لقيت الجو كتسج في المطارية لقيت الجو ايه بطراب وبتاع وكلام فجبت بطانية من بتاعت بنت واز غيرها اه فحطيتها على كتافة اه بس وزيلت بها بقى اه 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 العربيات بقى الزحمة والبداعه والكلام انت قلت وايه كنت مارك عربية القناة استنى الالحق المعاد بتاع البرنامج مفيش فدخلت القناة لقيتهم بقى واقفين خش 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 وفوح الاسمه كريم كده اه بقى خش 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 كريم بقى ايه كريم بقى سوف كن بحد انفار. الرئيس جيه. الرئيس جيه. الرئيس جيه. الرئيس القناة. لا علي. اه الرئيس اللي هو انت. اه. اه. ادخل رئيس. خش رئيس. دخلت ازاي? تخيل. دخلت بالبطنية. والبطنية. ما فيش وقت ده. والهوى فتح والبطنية على كاته. لا ما كانتش بقى الهوى فتح. يا حمي انت هتخش باللبس ده. روح غير. فروح تغيرت وبعدين وانا داخل خدتها كده اه بصراحة يعني اه ترياءة من عندي. ورحت حاطت ايه البطنية علي. فجأة جاء بقى ده الهوى شكاية. ها الهوى سبت البطنية بقى زماية. فحكيت للمشاهد ازاي انا البطنية جات وبتاعة. دي كانت بداية اول حلقة كان تمانية احد واشر الفين واثن واشر. دي بداية اول حلقة من حلقات اللي هو توظيف الحدث في شكل درامي كده او شكل اه ساخر من اللي بيقدمه جاء. طبعا يومها انا اتبهدلت. ايه تبهدلت. ايه بقى سوشيال ميديا. ايه بقى اه ايه بقى اللي بيعملو ده وبتاع ومين ده وازاي مين يسمحلو كده ومين يعملو كده ومين يعملو كده ومين يعملو. اجي الدنيا هديت. تلاتة ايام. وروح تعمل اه اه حاجة كمان حاجة كمان حاجة كمان حاجة كمان حاجة كمان. لدرجة ان انا اه 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 ده عملت السعاف عملت مطافي جوه الستوديو. اه. يعني اعمل. يعني كان في اه اه جهاز اه اه سيادي فيه والبعد البعد السورة. ففيه نار وابتاع وكلام من ده. فالحقيقة المطافي عملت جوه دي واقع. جهد. اه. يعني مفيش بقى وكلنا تعطفنا جدا مع lui. فقلت جازم رجال المطاف ده ما حدش عارف على ما حاجة. فجبنا تاع نصورة من الموسير دي. وابدأ. كنا بنقلب ياخلي. دحنا كنا بنقلب اهلا. طب.